أنهت بورصة عمان تداولات هذا الأسبوع على تراجع في مؤشرها العام لأسعار الأسهم بواقع 34 نقطة رافقه تراجع في حجم التداول المحلل المالي مهند عريقات قال لنشرتنا إن انعقاد اجتماعات الهيئة العامة لشركات قيادية في قطاعات الخدمات والبنوك والتعدين أسهمت في تراجع المؤشر العام للأسبوع الرابع على التوالي وحجم التداول إلى أضعف مستوياته منذ ثلاثة أشهر حيث شهد السوق على ضوء نتائج الاجتماعات حالة بيع للأسهم سواء قبيل الاجتماعات أو بعدها أما مؤشرات التداول الأسبوعي فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول هذا الأسبوع سبعة ملايين مقارنة مع تسعة ملايين وستمائة ألف دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت ستة وعشرين وتسعة في المائة وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول جاء بالمرتبة الأولى القطاع المالي بنسبة اثنين وخمسين وثلاث في المائة ثم الخدمات بنسبة تسعة وعشرين وواحد في المائة والصناعة ثالثا بنسبة ثمانية عشر وستة في المائة أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى الفين ومائة وخمس وثمانين نقطة مقارنة مع الفين ومائتين وتسعة عشرة نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته واحد وثلاثة وخمسين في المائة وقطاعيا أعلن خفاض في الرقم القياسي سجل في الخدمات بنسبة اثنين وثمانية وخمسين في المائة وللقطاع المالي بنسبة واحد وسبعة في المائة في حين ارتفع لقطاع الصناعة بنسبة اربعة وعشرين في المائة في المائة أما شركات الأكثر اتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي سورة للتنمية والاستثمار بنسبة ثلاثة عشر واحد عشر في المائة وشراء للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة أحد عشر وثلاثة واربعين في المائة أما الأكثر انخفاضا فهي الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة ستة وعشرين واربعة وثلاثين في المائة والتجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة عشرين واربعة وخمسين في المائة